لليوم الثاني احداث المنطقة الخضراء تملأ الصفحات الاولى للجرائد الايرانية بعناوين انهالت على الصدر بشتى الاوصاف والتحليلات صحيفة كيان المعروفة والمقربة من المرشد قالت ان الطلابات العراقي تمت بالنيابة عن الادارة الامريكية وهو اتهام غير مباشر للتيار الصدري بتنفيذ رغبات واشنطن في الداخل العراقي محذرة من ان خطاب الحنانة انهل فتنة مؤقتا وليس على المدى البعيد تصعيد الصدر الاخير هزيمة سياسية هكذا عنونت صحيفة ستارى الصبح الاصلاحية تقريرها الذي افاد بان طهران تتأثر بما يجري في بغداد كما اعتبرت ان خطوة الصدر الاخيرة لم تحقق اهدافه المرجوة اما صحيفة مستقل فتوقعت سيناريوهات بينها استقالة الحكومة او استمرار الصدام المسلح حتى هزيمة احد الطرفين مستندة الى تحليل للسفير الايراني السابق في لندن جلال سادتيان الذي زعم ان الصدر يريد ان يصبح الزعيمة السياسية للعراق وخلال استعراضها الاوضاع العراقية فسرت صحيفة دجوان المتشدد خطاب الصدر الاخير بانه ابتزاز وتهديد ضمني لخصومه مشيرة الى ان ما حدث من اشتباكات دامية مجرد جرس انذار للحرب الاهلية وعلى صفحات جريدة ايران التي تمثل وجهة نظر الحكومة جرى وصف اتباع الاطار بحماة القانون وانصار الصدر بدعاة الفوضى معتبرة ان الصدر تراجع تحت وطأة انفلات الامور وصمود الاطاريين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة